يحوة الإيمان في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنه لمن الغريب ومن الغريب جدا وضع ميرات السماء على كتفي الدين والسياسة في حسب تلك قسمة بيزا وما من دابة في الارض ولا طاهر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم كنت لله ميرات السماوات والأرض وإنه عز وجل هو الوارث الحقيقي ولكن هذا الموضوع ميرات السماوات بين الدين والسياسة من ينال عهد الله هذا الموضوع إذن لا تهمه مسألة القلة أو الكثرة مسألة العام أو الخاصة مسألة البعض أو الكل وإنما تهمه كلمة واحدة من كل الآيات القرآنية والتي فيها جاء هذا السؤال من الله أفا حسبتم أنما خلقناكم عبدا سؤال لا يوجد جوابه في نعم أو سيلا وإنما جوابه في عواقب الأمور جواب لا يعرف دلائله إلا في النتائج سيما وعالمنا اليوم قد أصبح كل شيء على هذه الأرض وكأنه خلق عبثا فهدمت الصوامع والبيع والصلاوات والمساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا هدمت كثيرها عبثا ودفعت الأمانات إلى غير أهلها عبثا وضلت الحقوق ومعها الواجبات عبثا وأهرقت وأهرقت الدماء وسيئت على الأعراض عبثا وأنفقت الأموال الطائلة لا في سبيل الله ولا في سبيل تحرير العقول أو طمأنة طمأنة النفوس المتوحشة وإنما أنفقت على النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرض ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنه حسن المهاب كل شيء إذن على هذه الأرض أصبح عبثا فيقهر اليتيم وينهر السائل ولا أحد بنعمة ربه يحدث وإنما بنعمة فلان أو فلان يحدث ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض هذا الفساد الذي أنزل الدين من السماء ووضعت الشرائع وجئ بالنبيين كيما يحموا الخلق والوجود من هذا الفساد وهكذا خلق أو خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصئرا هذا في العهد الأخير من الخلق وفي العهد القديم أيضا حين كان عرشه على الماء أراد سبحانه عز وجل أن يكون الدين نسبا وأن تكون السياسة صغرة فخلقت الحروف حرفا حرفا وكأنها أمم أمثالنا في معاني الحكم أو في معاني الحكم في حلقات النظام أو في حلقات الترتيب وهذا قبل خلق الأسماء الحسنة فاختير فاختير الألف رئيسا للحروف واختير الباء سيدا للحروف وهذا كيما يكون السلطان بينهم سلطان عدل لا سلطان ظلم وهكذا وضعت الحدود والمراسم تحت رقابة ذاتية للمعلم وهو الرب وله مساعدان من أولئك الأسماء فلم يعود يكون للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون لكن كيف وقد كان كيد الشيطان ضعيفا لماذا لأنه خلق من نار وخلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فكانت الطهارة المائية رمزا لتلك الطهارة الغيبية والتي وجدنا الطهارة الشرعية واسطة بينهما وينزل عليكم من السماء إمان ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ولكنه الرجز أو كلمة الرجز هنا بالزعي وفي آية أخرى كلمة الرجز جاءت بالسين ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تظهيرا وعلى هذه الطهارة المعنوية التي ما فوقها طهارة أصبح سلمان الفارسي عضوا مختارا ألحق على أهل بيت الرسول عظمة وشرافة لا دما أو عرقا وأنه ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء وكيف لا وقد تبعتهم ذريتهم بإيمان فألحقهم بذرياتهم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون وهذا ما دام الله عز وجل هو الوارث الحقيقي لذا نجد في القرآن الكريم آيات عدة تتجه نحو هذا الاتجاه وأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ولماذا ذلك بأنه ضل وأضل عن سواء السبيل ومنهم مقتصد ولماذا لأنه لم ينتفع ولم ينفع أحدا من الخلق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك بأنهم أئم يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات كم تركوا من جنات وعيون وزروع في كل من النواحي والمحلات وذلك لإخراج الإنسان إلى النور من الظلوبات ولتقهير البواطن بالذكريات فيقول حكاية عن الذات وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولو في طيّة من الطيّات طيّات أداؤها ببسملة وذكر بهيللة ومدح بسبحلة وقراءة بحملة وعبادة بحيعة وأسماء مسجلة وانخراط بسلسلة أو انخرام بولولة وما وراء ذلك من مسألة أو مشكلة السلام عليكم